فضاء أنفا بارك بالعاصمة الاقتصادية للمملكة يستقبل الأسبوع الثقافي الكوري فرصة لاكتشاف طراء الثقافة الكورية كالمطبخ الكوري المتنوع الفضاء يضم مجموعة من العروض والأكشاك التي تمثل جوانب مختلفة من الثقافة الكورية ومن بينها الهامبوغ وهو الزي الكوري التقليدي سنعرض ثقافة الأكل وسنقدم كذلك بعد الغروض الأخرى مرحبا بكم السلام عليكم ومرحبا بكم معكم اليشاف كوريان 100% كوريان ماي متنو كاينين في المغرب جينا نشاركوا معاكم إن شاء الله الكوزين كوريان ولكلتور ديال الكوريان انتعاشرنا معهم متعالان ودوزنا معهم وقت كبير الحمد لله الخناة تقريبا ولينا قابح لائلة تقريبا نحن نشاركوا معهم التقافة ديال المغرب وهو ما كيشاركوا معاونا التقافة ديالهم ديال كوريا نفرهنا هيت جيت لهنا اليوم باش نخني نشيد وطني مغارب الكوري كنتمنى مغارب الكوريان يبقوا فالكام جينا ما بعضيتهم نفرهنا هيت لفسه لكابتان مغاربي وكنتمنى أنكم تنجوما تعرف اللا لباس الكوري تقليدي هامبوغ الحدث الذي تنظمه سفارة جمهورية كوريا في المملكة المغربية من الثامن والعشرين إلى التاسع والعشرين من أبريل الجاري عرف إقبالا من طرف المغاربة كما شكل مناسبة لتلاقح الثقافات هكذا كان للحضور المغربي بصمته المميزة في تقديل ثقافة لشقاء الكوريين نحن سعداء تنظيم هذا الحدث في المغرب وهذه الدعوة التي تلقيتها هنا في الدار البيضاء شرف كبير بالنسبة لي كوريا تدعم مثل هذه الأنشطة التي نعرف من خلالها بالثقافة الكورية هناك مساهمين كثيرا ساعدوا في ذلك نشكر المغرب ويسعدنا أن نقدم تقافة الأكل الموسيقى الفن إلى غير ذلك ونتمنى لكم أمسية ممتعة اللقاع الكوري التقليدي كان حاضرا ليمتع الحاضرين بمعزوفاته الجميلة من جانب آخر أعربت السفارة الكورية عن أملها في أن يساهم هذا الأسبوع الثقافي في تعزيز الصداقة المغربية الكورية وتمتين العلاقات القوية التي تربط المغرب وكوريا منذ أكثر من ستين عاما